بادرت مجموعة شكون قرام عاي العطاف بولاية عين الدفلة بالتنسيق مع قناة الشرق نيوز لتكريم عائلة الأستاذ الراحل مجيد شيخون أحد أعمدة قطاع التربية والنشاط الجمعوي بمدينة العطاف في اليوم العالمي للمعلم الشيخ مجيد شيخون زميل وأخ والله يعجز لي زينا التعبير الشيخ مجيد كان هو أخي الأكبر كان هو كتانا بالنسبة لي كابن لا أستطيع ماذا أقول الله العظيم اسمحوا لي في يوم المعلم باش نتفكروا الشيخ تاعنا وابونا الشيخ المجيد ربي يرحموا على واش قدم على واش دار بلا يودي من سيناش والأسبوع اللي قبل مايروح للمخيل الصيف أكم عارفين ما نقولهم عليش كان في شوارع العطاف كان يودع صدقوني أنا واحد من الناس اللي صغير كان بعيدة وكانت تباهم بلي كان يودعها قدام من الإجليزية كان يجمع معنا بقالها خير منها لأنه كبر مع النشاط وكبرنا معاه وجوزنا معاه مخيمة صيفية احنا واش نقوله وربي يرحموا إن شاء الله كان أب الفقراء يعني كان أب المساكين كان أب الكبير أخ صغير إنسان لا يعوض يعني إن شاء الله شاركت معه في زوج مخيمة الحد الآن بس تحاصيله كان يعملنا يعني معاملة خاصة تولد العطاف دايما يضحك مثل أعلى المعلم وأحسن جار ما كاش فيما ما جيد ما جيد خويا نيب ما جيد ما يتنساش الأعمال اللي قام بهم يعني هم اللي يخدموا لي بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ صورة الفتح عليه على روحه إن شاء الله عائلة شيخون ثمنتاته المبادرة القيمة في حق رجل أفنى حياته في سبيل تعليم الأخلاق والقيام الفاضلة إلا قلت لكم يعطيكم الصحة وقليل عليكم قليل قليل عليكم بالبزاف أنكم تتفكرون تتفكرون الأب بالتاعي وهذا وليس حاجة تشلفني بارك كما نقول أنا واحد من الناس عندي الشرف عندي هو مرشي كان بابا فقط كان بابا كان صاحبي كان خويا نشكركم جزيل الشكر على هذه المبادرة ويعطيكم الصحة يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة كان يبغي هذا الملمات هذا تعائلتي دائما في النشاطات في البلدية التي أنا ترعطها الأستاذ الراحل مجيد شيخون كان واحد من جيل المربين الأفاضل المؤمنين بالرسالة التربوية العظيمة من ذلك الزمن الجميل فارق الدنيا بعد مسيرة عطاء كبيرة تاركا سيرة عطرة وذكرى طيبة وروحا نقية وميراثا من القيم والمثل النبيلة ترجمة نانسي قنقر